جيش العاطلين عن العمل في العراق يزداد كل عام حيث يشكل الشباب النسبة الأكبر منه وسط غياب الحلول الحكومية لمشكلة البطالة التي تنذر بما لا يحمد عقباه على المدى المنظور أكثر من 16% من القوى العاملة عاطلون عن العمل وفقا للجهاز المركزي للإحصاء ما يعني أن هناك شخصا عاطلا لكل خمسة أشخاص في عمر العمل الجهات الحكومية المعنية بحل مشكلة البطالة تتحدث عن أسباب هذه المشكلة وحجمها دون وضع حلول ناجعة لمعالجتها فعلى سبيل المثال تصرح وزارة التخطيط بأن معدلات البطالة زادت بعد أحداث عام 2014 وما رافقها من انخفاض في أسعار النفط وتوقف الكثير من المشاريع التنموية إضافة إلى انتشار جائحة كورونا وما ولدته من أزمة اقتصادية خانقة تعاملت الحكومة معها بتخفيض قيمة الدينار وفتح باب الاقتراض الداخلي والخارجي على مصراعيه أما مستشار حكومة الكاظمي مظهر محمد صالح فقد اعترف بأن مستوى الفقر البالغ 30% من مجموع السكان تقابله مستويات بطالة لا تقل عن 23% من إجمالي القوة العاملة كما أقر صالح بوجود مليوني أسرة على الأقل لا يحظى أفرادها بأي دعم مالي حكومي ويحذر خبراء في الشأن الاقتصادي من تزايد معدلات البطالة في كل عام واصفين إياها بالقنبلة الموقوطة المهددة للمجتمع بأسره في وقت لا تطرح الحكومة سوى خمسة آلاف وظيفة سنويا يقابل هذا العدد حوالي 250 ألف خريج جامعي كل عام كما أن الحكومة لم تعد إحياء القطاع الخاص بإطلاق الاستثمار فيه ودعمه بهدف تشغيل آلاف العاطلين عن العمل